بعد التوترات التي لازمت الملف الأوكراني والتي زادتهم لسنات الجانبين الروسي والأمريكي تأجيجا يدخل الجانب الألماني على خط التحذيرات على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لتؤكد أن برلين لن تسمح بتشغيل خط يومبو بالغاز نورد ستريم إثنان الرابط روسيا بأوروبا والعابر لأوكرانيا في حال شهدت هذه الأخيرة تصعيدا جديدا تحذير الألماني الأخير هو في حال وهنا نقطة في غاية الأهمية أن ألمانيا قالت في حالة هجوم روسيا على أوكرانيا لن يتم تشغيل الخط فهو لم يتم تجميد المشروع لم يتم إيقاف العمل به هو حديث تحذيري في تماشيا مع التحذيرات الأمريكية أنه في حال الهجوم على أوكرانيا سيحدث هذا الأمر الموقف الألماني سبقته دعوة بولندية بوقف تشغيل لومبو بي وجهت للمستشار الألماني أولف شولتس الذي زار أمس وارسو ولقيت ترحيب الولايات المتحدة وبولندا اللتاني تعتبراني أن القرار سيضعف روسيا دبلوماسيا واقتصاديا باعتبار ألمانيا دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا يعني فكرة أن الغرب لديه موقف واضح ومحدد وصارم كما كان الوضع عليه في أيام الحرب البردة وأيام الصراع مع الاتحاد السوفيتي هذا الأمر لم يعود له وجود الآن قد نسمع خطابات قد نسمع بيانات قد نسمع أحاديث عن الغرب والغرب والاتحاد الأوروبي صرح والولايات المتحدة والدول الصناعية السبعة لكن في حقيقة الأمر هناك مصالح متشابكة الروسيا لديها قدرة على أن تنفذ من خلال هذه المصالح وتخلق شقاق داخل هذا المعسكر إن فرضنا أن هناك معسكر غربي بالمفهوم الصارم والواضح في المقابل حذرت موسكو واشنطن من ممارسة أي ضغوط بشأن المصادقة على تشغيل الخط الغازي الروسي نوردستريم 2 الذي اكتمل تشييده مؤخرا ترجمة نانسي قنقر